النادي الأهلي بالضبط النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي لا أحد ينجح بالتسكية لابد من حصول المهندس العامري فاروق من أجل النجاح على 25% من الأصوات تكون موافق وبالتالي هنا النادي الأهلي يا فارس ما فيش نجاح بالتسكية طبعا زي ما قلنا بعد ما شرحنا منصب نائب الرئيس بتضع علامة صحة على موافق أو لو أنت هتختار غير موافق بتضع علامة صحة على غير موافق بيوجد مرشحان لمنصب أمانة الصندوق بتضع علامة صحة على مرشح واحد فقط اللي بترغب في اختياره هنا ما فيش موافق أو غير موافق فيه اتنين مرشحين بتضع علامة صحة على مرشح واحد منهم بالنسبة للمرشحين لمنصب العضوية فوق السن فيه عشر مرشحين بتضع علامة صحة على سبعة فقط اللي بترغب في اختيارهم لا أكتر ولا أقل يعني ما ينفعش تختار ستة ولا تختار تمانية لازم تحط علامة صح على سبع مرشحين فقط ودي مهمة جدا عشان صوتك يكون صحيح بنأكد لو انت اختارت عدد أقل من السبعة انت بتبطل صوتك ولو أكتر انت بتبطل صوتك بتختار السبعة وبتألم عليهم بعلامة صح بالنسبة للمرشحين للعضوية تحت السن فيه خمس مرشحين بتضع علامة صح قدام اتنين فقط اللي انت عايز تختارهم علامة صح على اتنين فقط من خمس مرشحين بمنصب العضوية تحت السن وزي ما احنا شايفين على الشاشة أعضاء الجماعية العمومية حرصين على التقاط الصور مع الكابتن محمود الخطيب اللي كعدتهم متواجد بينهم تأكيد يا فارس عايزين نأكد مرة تانية ان لو انت تابع فرع مدينة نصر بتروح بتركن عربيتك في الجراش جراش مدينة نصر وبتاخد باص موجود النادي الاهلي موفر ستين باص كل خمستاشر دقيقة وبتقدر توصل لمقر النادي الاهلي في الجزيرة ولو انت ايضا من اعضاء فرع الشيخ زايد بتروح ايضا فرع الشيخ زايد وبتستقل ايضا باص حوالي 30 باص واذا احتاج الامر لعدد ازيد فالنادي الاهلي هيقدر يوفر عدد ازيد وكمان كل باص هتلاقي 28 راكب اعتقد خدمة مميزة جدا لسهولة الانتخابات اعتقد مش فاضل اي حاجة غير ان حضرتك تنزل وتشارك هي دي مسئولية اعضاء الجامعية العمية الاهم كمان ان الباصات دي تقدر تحط صوتك وتقدر ايضا كل ربع ساعة ترجع تاني فرع الشيخ زايد او تقدر ترجع فرع مدينة نصر ولو حضرتك عايز تبقى في النادي لنهاية التصويت فحابب اقولك نهاية التصويت هيكون الساعة سبعة وان كان فيه اقبال وان شاء الله يكون فيه اقبال ممكن الرئيس اللي جان يمد ساعتين كمان وتصبح الساعة تسعة ولكن جميع الباصات هتكون موجودة في فرع الجزيرة ساعة ستة ونص مساء لو انت حابب تكون متواجد في النادي الاهلي المهم كمان انك تعرف لو حضرتك معاك احد من كبار السن سواء كنت في فرع الشيخ زايد او كنت في فرع مدينة نصر فطبعا مكان الجرشات بعيد عن مكان الباصات في الجولف كارز هيكون موجود عشان تستقل احدهم وكمان لما توصل فرع النادي الاهلي او الفرع الرئيسي للنادي الاهلي في الجزيرة هتلاقي كمان جولف كارز وكمان هتلاقي عدد من الكراسي المتحركة خدمة لكبار السن والاهم النادي الاهلي لأول مرة او اول الاندية بيستخدم الحبر السري في الانتخابات وطبعا الحبر السري عشان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية والتأكيد ان العضو هو صاحب الكرنية هو اللي له حق التصويت اعتقد اجراءات يا فرس واحترازات وتنظيم العملية الانتخابية طاليج باسم النادي الاهلي مهم جدا كمان يا اسامة عشان ان اؤكد لان في ناس بعثت بتسألني هو انت كرنية العضوية فقط او البطاقة ولا الاتنين مع بعض لا مفيش حاجة فيهم تغني عن الاخر انت بتشهر الاتنين مع بعض البطاقة وكرنية العضوية الاتنين لازم يكونوا معاك مش معنى اللي احنا بنقوله ان كرنية العضوية بدلا من البطاقة او العكس لازم الاتنين يكونوا معاك كمان الناس بتسأل اه النهاردة اليوم النهائي في الانتخابات امبارح الخميس كان اليوم الاول للجماعية العمومية كانت بتنعقد بيبقى عندك لازم الشرط على الحصول على 50% زائد واحد من عدد اعضاء الجماعية العمومية اليوم حق التصويت ان يكونوا حضور ده معناه ان كان تقريبا مفترض يحضر حوالي 70 الف وده طبعا ما حصلش فبيكون النهاردة اليوم النهائي للجماعية العمومية وبيشترط حضور الف عضو فقط حضورهم بيخلي الجماعية العمومية صحيحة وطبعا انا بنكلمك في اللوايح خمس سلاف عضو فارس او عشرة في المئة من الاعضاء ايهما اقل ايهما أق có